الخبر اولي عدنا عن ناريني بيوتي يا حبايب وشي الغريب اللي قاعد صروي اياها فنزل شوية تستوريات شندسي المتابعين شو نلقاعد صروي اياها بعد النزل شوية تستوريات كانت باحد يشرح لي شو اللي قاعد يصير وشندت بواعنا انه بطنها كلها عبارة عن بقات او نوعان ما نقدر نقول صائبها حساسية وكلها باللون الاحمر حتى ايضا يا حبايب او نقدر نقول بالمختصر انه كل جسمها صائر باللون الاحمر او صائبها حساسية بالضبط والهو عبارة عن طفح جلدي يا حبايب يمكن تنصاب بها عن طريق اكل شغلة معينة هي تتحسس من خلالها جدا تطلب متابعها انه ما يدعو لها وانه هي ما قاعدة تتحسن للأسف ماذا تعرفش من السبب بالضبط اكون الله فيها يا رب ان شاء الله ما بيها لك خير والعافية طبعه الثاني مرأي يا حبايب نرين تنصاب هذا المرض عليكم ان يشوفوا توقعاتكم اكتبوا بكم التاشتراك في هذا الخبر ننتقل حاليا يا حبايب على سيرة الامراض وانه هو محمد اجواني بتنزيله شوية ستوريات بهذا الستوريات يا حبايب كان ابوه من داخل المستشفى وهو كان ديهت وياه فيديو كام وكان ديقول لنا ابوه من برحة شاب المستشفى وده يسوي عملية ولكن من الاحتمال مواضح انه يشت عبارة عن عملية ولكن الحمد لله نجحت بل في الحمد لله على سلامته انا بيها لخير والعافية ودعو له بالكومنتات اذهب حاليا انتو بي ثاني يا حبايب والسف المشاكل دا تستمر الصر بين اتهم فانس شايب بن برحة نزل شوية ستوريات يعني من خلال لنحن نزللنا مقطع جديد ولكن فجأة حذف الستوريات وما نزللنا مقطع وصلوا التقليل من فوق العشر تيام ماذا يصورون اي ستوري وياه بعض او مرسم بي ثاني اتماعي يا حبايب فتعرضت لهواي من التهجم بعد تنزيلها هذا التيك توك اللي كان ويها هذه الليبنية ونوعا ما دا تسوي تيك توك على اغنية معينة ويها بالفيديو فكل الكومنتات شاني يقول ان تستغليتي انس ونوعا ما خدتي مشاهدات وعفتيه من هذه الكومنتات اذا كنتم بالكومنتات هنشوفهم فعليا بيسان اسماعي اللي استغلت انس وتركتها اذا فعليا يكون مشاكل بياتهم او لا اي سيرت بيسان يا حبايب نتقل بيسان تيكيت وتزيلها هذا التيك توك بهذا التيك توك يا حبايب تسوي بتيك توك عادية لاغنية معينة وتشترب رجلها ولكن الصادم انو هذي الاغنية تشد السوي عليه هي انشودة الامام علي طبعا هذي انشودة يا حبايب معروفة باسم امير النحل احطوكم اياها شوفوها طبعا لاغنب قاية تهجم عليها ويطلب منعاته انو تحذف هذا التيك توك رحطوكم اياه شوفوه تعرض امام النحل اتبع هذا الحيث فقط انا يا حبايب بالكومنتات هل استعقد تهجم تعرضت لا او لا وبالنسبة الاشخاص اللي حابين يعرفون شون قصة امير النحل والامام علي يا حبايب فنزلت لكم اياه على قناة مملكة الاسلام بالوصف روح اشتركوا بيها وروح اشوفوا القصصة هناك ننتقل حاليا القمرطاي يا حبايب وان هي مختفية هذه الفترة فنزلت شوية ستوريات تقول بها انه هي مختفية لان قاعد جهز لنا شيء يقولش خرافي ومن الواضح ان هي قاعد صور باستيديو وكاميرات وشيء واضح يكون قوي وبنزل الوقت قاعدت انو هذا المكان نفسي اللي كانت ذاتيب تيبي لما رجع حسابها طمعني تشد تبني الفرح بوقيتها فكتبنا بالكومنتاج وان توقع اشياء الخرافية للمجهزة ان ايها قمرطاي ننتقل حاليا اليارا ونور مار يا حبايب وهنا هما رجعوا البعض في يارا يا حبايب نزلت هذا الستوري وتحت حطه بستوري الفان نويا فان نويا يا حبايب اللي هما نوعا ما الفان يحبون نور مار ويقاء يارا ومثما شافين يا حبايب نزلت تصاميم حب بينه وبين يارا تلتقوني يا حبايب بحيث ان اغلب توقع ان هم يشتاقل بعض او يشتاق قتله وانه ممكن ترجع الفريق اكتمنوا بالكومنتات ووصلوا حبايب لنصة المقطع فجروا طوال لايكات وبس لتشتركوا بقناة بمكة الاسلام بالوصف وبس لتشتركوا بقناة بمكة القصص احبكم مع السلامة اشتركوا في القناة